طبعاً هنا الرسم أسهل بكتير من أني برسم على الورقة العادية لأن هنا السكوير السايد لنسي فيه بوان سنتيميتر فالسكويرز اللي هو رسم هالي اللاتس دياجرام اللي مرسوم قدامي السكوير فيه بوان سنتيميتر فلما هاجي أرسم صايد فور سنتيميتر يبقى هرسم بفور سكوير لاين سيمنت فور سكويرز كده طبعاً عشان هرسم بربندجلر لاين مش محتاجة بقى التريانجل على طول ديركت لي هم اللي كلها بربندجلر يبقى هقيس فور سنتيميتر فو وفور سنتيميتر تو ليفت وفور سنتيميتر تو يعني up down وهقيس وهرسم السكوير في أي مشاكل رسمة السكويرز يخدناها من برايمر ثري وبرائمر ريتو كمان كنا بنرسم السكوير على اللاتس دياجرام number B draw AC and BD the two diagonals هعمل join ما بين AC والB والD فيبقى كده رسمت الدو diagonals diagonal AC وdiagonal BD into how many triangles was the square ABCD divided the two diagonals اسموا لي الشكل للكم triangle طبعا فيه four triangles واضحين قدام الصغيرين دول وفيه كمان عندي ادي one two كل two triangles مع بعض يعملو لي triangle three وفيه عندي واحد تحت كمان يبقى four يبقى كده eight triangles four small triangles وكل two triangles مع بعض يعملو لي triangle يبقى four triangles كمان يبقى eight triangles are these triangles congruent طبعا بما ان ده square كل حاجة فيه equal فأكيد لما هيتقسم كمان لتريانجلز هيبقى triangles كمان equal أو congruent أوكي divide each of these triangles into two congruent triangles هنقسم التريانجلز هفترض التريانجل اللي في الright هنسايدل هو باللون اللي أخدر ده عايزة أقسمه two congruent triangles وهقسمه ازاي بالسايد اللي هو الأحمر ده طب التريانجل اللي فوق برضو هعمل side اللي باللون الأحمر ده عشان يتقسم لtwo congruent triangles again اللي في الleft هنرسم اللاين باللون الأحمر وتحت كمان هنرسم اللاين اللون الأحمر ده يبقى أنا كده قسمته لمجموعة triangles طبعا congruent لوناهم بس عشان يبقى الشكل بتاع التريانجل شكلهم بعد ما تقسموا number two a how many squared tiles are needed أنا عندي نوعين من التايلز أو السيراميك يعني لو أنا عندي ده مثلا روم وعايزة أحط فيها tiles أو سيراميك بالشكل ده في عندي squared اللي هو باللون السود وفي عندي rectangle اللي باللون الأصفر لو كملت بنفس الشكل بنفس الديزاين ده بصوا هنكمل كده ازاي هيتبقى فيه في الآخر سري طبعا مش هينفع حطهم اسود جانب اللي اسود فهقطع من اليالو اللي هو هقطع كل rectangle يعني هقسمه وهزود بقى في الفراغات اللي بقية دي فاهمينها يعني أنا هكمل بس الرسمة بالشكل ده اتبقى في الآخر فاضين مش هينفع حطهم اسود برضو فهعمل ايه هقسم الوان rectangle لتوب squares يبقى انا كده محتاجة one and half rectangles نعد بقى كام عندي tile كام عندي square tile اللي هو باللون اللي سود لو عدناه هما يطلعوا 15 يبقى number of squared tiles اللي هما باللون اللي سود 15 طب number of yellow 15 برضو والثلاتة اللي احنا أسمناهم دول اللي هما قولنا كام one and half okay three square دول two squares عبارة عن one rectangle اللي احنا أسمناه بالنص okay وفيه عندي half كمان يبقى كده عندي one and half plus 15 اللي كاملين عندي يبقى كده 16 and half